بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله جميع أنواع الفجر لها فوائد مشتركة، ولكن هناك بعض الخصائص لكل منهما أما الفجر الأحمر، فهو مفيد للمصابين بالأنيميا، لهو فقر الدم، إذ تبين غناه بالحديد، وهو أيضا مفيد للمصابين بالأمراض الجلدية لاحتوائه على مادة الكبريت المهمة للجسم، ومفيد كذلك للمصابين بأمراض المرارة والنقرص لقدرته الفائقة على إذارة الدهون والأملاح والفجر بصورة عامة مفيد للشعر والجلد، فالفجر بنوعيه الأبيض أو الأحمر مفيد لتقوية شعر الرأس حيث يكسب الشعر مظهرا جماليا رائعا ويعتبر خبراء التجميل أن تناول الفجر مهم لتزويد الجسم بعدد كبير من المواد والعناصر الغذائية التي تحسن لون الجلد وتكسبه رونقا وصفاء عاليا ومن أهم تلك المواد اليود، الكبريت، الماغنيزيوم، الرافينول كذلك فأن الفجر وبسبب رائحته اللاذعة يعمل على فتح الجيوب الأنفية كما يمنع تساقط الأسنان وقد أكد أحد الباحثين اليابانيين أن نفس المكونات الكيميائية التي تعطي الفجر مذاقه الحراق ورائحته النفاذة توقف نمو الميكروبات المسببة للتسوس وأشار إلى أن الفجل يحتوي على مادة تكبح نشاط إنزيم يلعب دورا مهما في تكوين طبقة الجير على الأسنان وتتعدد فوائد الفجل الطبية فهو يحظى باهتمام كبير من قبل متخصصي التغذية على اعتبار أنه يساعد في الوقاية من مرض السرطان ويمنع الجلطات الدموية الخطيرة والقاتلة وأمراضها كما يفيد في علاج أزمات الربو ويخفف من التحسس في الجهاز التنفسي ومن فوائد الفجل الطبية أيضا أنه يعالج أمراض الحصى والرمل حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله